معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير جدا واللي بأسمح لنفسي دايما أن أقول صديقي العزيز والأعز أستاذ حلمي نامنا موزير الثقافة الأسبق أهلاً 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 يا أستاذ حلمي أهلاً بك يا أستاذ يوسف مساء الخير عامل يا فندم إيه الأحوال أخبار حضرتك إيه وأخباركو إيه أنا بخير طول ما حضرتك بخير ولا ينقصني إلا رؤياك الله يخليك لا تحت عمرك يا أستاذ يوسف يا فندم ربنا يخليك يا رب ألف مليون مبروك ألف مبروك شفت المشهد الانتخابي والمشهد الختامي لهذه الانتخابات بإعلان النتيجة إزاي أستاذ حلمي يعني أولاً المشهد الانتخابي أول شيء لفت الانتباه فيه هو الخروج الحاشق وإحنا كنا بنتحدث عن أرقام كبيرة النهاردة اللجنة القضائية قالت لنا الرقم الحقيقي إحنا بنتكلم في أكثر من 44 مليون مواطن مصري ومصرية خرجوا للانتخابات وهذا الرقم بيصل إلى نسبة 66 وكثور من أصوات أو من الذين يحق لهم التصويت وإحنا بكده أستاذ يوسف كثرنا عتبة انتخابات 2012 إحنا 2012 اللي خرجوا كانوا أقل قليلاً من 52% من الأصوات من اللي يحق لهم التصويت إحنا المراضي خرجنا 66% من من يحق لهم التصويت هذا رقم واحد رقم اتنين أن الخروق المراضي ما هواش خروق ثقوي ولا نوعي ولا حاجة هذا خروق عامل المصريين لأنه الحقيقة وده ممكن هنفهمه بأنه الشعب المصري منذ يوم 7 أكتوبر واللي حدث أدرك أن احنا المراضي احنا في 30 يونيو 2013 كنا مستشعرين خطر على هوية الدولة وطنية الدولة ومدنياتها الخطر هذه المرة ليس على هوية الدولة وطنية الدولة ومدنياتها ولكن خطر على الوجود المصري ذاته وده خطر مخيف ولابد أن احنا نحتشد فيه ونصف فيه خلف الدولة الوطنية وده اللي حصل الحقيقة المصريين قدموا درس رائع وعظيم جداً جداً وعشان كده زي ما سيادة الرئيس النهر ده قال في البيان اللي وجهه للمصريين من أن المرة دي كان الشباب موجودين كبار السن موجودين أصحاب الهمم موجودين المرأة موجودة ما نقدرش نقول أن فأة طغط على فأة لأن كان الخروج جماعي خروج مصري بالمعنى بالمعنى الضقيق والحقيقي للكلمة ده فيما يخص بهذا الخروج الكبير الحقيقة يتطبط بهذا الخروج يا أستاذ يوسف هنلاحظ أن دي أول انتخابات رئاسية نسبة الأصوات الباطلة فيها قليلة جداً وإحنا عارفين أنه في إبطال الصوت بيجي إما أن حد فعلاً مش عارف بخنات بيعمل كده ولكن أحياناً بيبقى الإبطال لأن ناس كتير بيبقوا مش مقتنعين بالعملية الانتخابية ومش مقتنعين بأي مرشح طب يبطلوها عمداً هذه النسبة اللي هي الإبطال عمداً هذه المرة قليلة جداً 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 ولا تسقط وده معناه أن المصريين الذين خرجوا للتصويت خرجوا باقتناعتهم وخرجوا برضى وخرجوا لأنهم يستشعرون خطورة حقيقية على الدولة وعلى الوجود الوطني المصري ذاته الحاجة الثالثة أنه وسط هذا التنوع وهذا التنافس الضخم نحن قدام معركة حقيقية وتنافس حقيقي والحقيقة لابد أن أحيي الإعلام المصري الإعلام المصري مجح بانتياز في هذه المعركة والأحزاب المصرية أيضاً الأحزاب المصرية نزلت الشارع وكلهم حاول أن يحشد أنصاره ويحشد لمرشحه الذي يريده أنه نحن هذه المعركة وهذه التنافسية وبنلاقي أن 89% وستة من عشرة يذهبوا لمرشح واحد هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده معناه أن نحن في حالة من حالات الإجماع الوطني وحالة حالات الاستطاف الوطني لأن الناس يروا أن هذا الرجل هم نحن جربناه في 30 نونيو 2013 جربناه في معركة الإرهاب جربناه في أشياء كثيرة جداً وبالتالي نحن ما زلنا بحاجة إليه يقود معنا السفينة في الفترة من 24 إلى 30 وده الحقيقة شيء خلينا نقول إحنا في العام القادم أستاذ يوسف سيكون في 100 سنة على البرلمان المصري منذ بسورة 23 هنلاقي المزاج المصري في الانتخابات من 24 من 1924 إلى الآن سواء كانت انتخابات برلمانية أو انتخابات رأسية دائماً هناك أغلبية ضخمة أغلبية كاسحة موجودة بتروح لاتجاه معين أو إلى مرشح بعينه مثلاً حتى 52 كانت الأغلبية المطلقة بتروح إلى الواجد بعد 52 كانت الأغلبية المطلقة لرئيس عبد النصر ثم لرئيس السادات وهكذا اثنين ورغم وجود هذه الأغلبية الكاسحة والمطلقة إن كانت تعبيب دقيقاً فإن ده لا يمنع وجود الأقلية الأقلية النشطة والفاعلة وعشان كده أنا أعجبني جداً في كلمة السيد الرئيس النهاردة نوجه التحية للمنافسين الثلاثة وإنه وعد إنه نحن هنعمل يعني هيعمل وإنه هيستعيين بكل الأفكار التي طرحت والتي قيلت يعني الحقيقة في كلمة السيد الرئيس في المعركة الانتخابية كان ما يحدث على حدودنا في الشمال الشرق حاضراً وبقوة لأن أنا أقول أن 7 أكتوبر أزالت آخر بقايا ما سمي بالربيع العربية الحاجة الوحيدة التي نجح فيها الربيع العرب بالإضافة إلى إسقاط عدد من الأنظمة وعدد من الدول النهائية إنه أفنى القضية الفلسطينية ما كانش لها وجود لم تعد لا هي القضية المركزية الأولى عند العرب زي ما كنا بنقول ولا حتى قضية وكانوا الإسرائيليين يتباهوا في مراكز الأبحاث بتاعتهم إنه إحنا شفنا مليونيات كثيرة علشان الديمقرافية ومليونيات علشان غلاء الأسعار ومليونيات علشان كذا ومليونيات علشان كذا لكن لن نرى مليونية واحدة علشان فلسطين وكانوا صعداء جداً وعشان كده ظهر الشعار السلام للسلام فقط مش السلام مقابل الأرض فما حدث في 7 أكتوبر رغم مخاطره الجسيمة علينا لأن أنا بتصور إنه صحيح النار والمحرقة في غزة لكن المستهدف النهائي والمدار النهائي هو مصر واللي ما يعرفش هذا الكلام يبقى فيه مشكلة في تفكيره وأنا ظني أن الرأي العام المصري وال44 مليون اللي خرجوا للتصويت يعرفون هذه الحقيقة وعشان كده خرجوا للتصويت واصطفوا خلف الدولة الوطنية واصطفوا خلف القيادة السياسية وأعطوا صدفوا من الرئيسة عن الفتاح السابق شخصي طيب ده كلام بالنسبة لي فعلا مزيكة وأكتر من رائع أستاذ حلمي وكما جرت العادة منكم وده يخليني هسأل على حاجتين إذا سمحت لي مش عايزة بقى بطول على حضرتك والله أنا آسف لا لا أنا معك يا أرسل ربني خليك أستاذ حلمي أول حاجة هي مسألة الست سنين القادمة أنا أظن أنها تحمل الخير اقتصاديا بس كمان أنا محاط بملفات سياسية شددت الخطورة عندي الملف الفلسطيني وملف الليبي وملف السوداني وأصبح فيه عندي خطورة بتتواجد وبتنشأ وبتتوسع في جنوب البحر الأحمر هنعمل إيه؟ رقم واحد إحنا في كل فترة مع فترة رئاسية جديدة أو مع كل ما ييجي رئيس جديد نقول والله ماذا نريد من الرئيس القادم أو ماذا نريد من الرئيس المنتخب وإحنا هيعمل معنا إيه في كذا وفي كذا الحقيقة خليني أعكس السؤال المراضي أرموك إحنا نفسنا الأول هنعمل إيه؟ وإحنا هنعمل إيه؟ وعندنا ضر إيه؟ رقم واحد ينبذي أن نبني على المعركة الانتخابية وأنا بقول وهفضل أقول المعركة الانتخابية بداية وليست نهاية الإعلام المصري الوضف المشرف والرائع والمهني والحرفي على أرصع مستوى سواء كانوا الفضائيات الخاصة المتحدة مسبيره هذا المستوى لا ينبغي أن نقل عنه ولا أن نتراجع ينبغي للإعلام المصري أن يظل على هذه الوطيرة ولا يتراجع لأن المستوى المهني والحرفي الرائع الذي ظهر به الإعلام المصري في المعركة الرئاسية أو حتى في حرب الإبادة التي تشن على غزة أنت لأول مرة المشاهد المصري والمواطن المصري ما هواش محتاج يشوف أي فضائية أخرى من الفضائيات إياها اللي بيقال عنها أنها دولية فهذا المستوى اللي ظهرنا به كإعلام وكإعلاميين لا يجب أن نتنازل عنه ولو حدث التنازل هيكون في المشكلة فينا إحنا رقم واحد رقم اتنين أهم ما في المعركة الانتخابية يا أستاذ يوسف أنه سقطت وتأكد سقوط المقولة الزائفة اللي ظلت تحكمنا من التمنينات حتى 2013-30 منه 2013 وهو أن الشارع محكوم بالإسلاميين وبجماعة حسن البن وإن دول اللي عندهم القدرة على الحجد ودول اللي بينزلوا الشارع وإن الأحزاب تركن على جنب وجمعيات الأهلية تركن على الجنب والحزب الوطني كمان يركن على جنب دول هم بطوع الشارع الذي حدث هذه المرة بيؤكد أن الشارع لا إن فيه أحزاب موجودة فيه حاجة تنسقية شباب الأحزاب موجودة بتشتغل مع الشباب فيه المجلس القومي للمرأة فيه الإتلاف الوطني للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع البدن المجتمع مش متساب للفراغ حين يترك المجتمع للفراغ يقفز الظلاميون وبالتالي ده مهمة مين مهمة اللي حركوا الشارع في هذه المعركة أقصد الأحزاب السياسية في المقام الأول كل الأحزاب فيه أحزاب قدمت مرشحين فيه أحزاب حاولوا يقدموا مرشحين وأن كانش لهم استكمال أدوات الترشيح فيه كتلة من الأحزاب ساندة المرشح المستقل عندنا برلمان دفع بالمرشحين الأربعة اللي تقدموا هذه المرة دخلين بتوكيلات وبموافقات من المواد التسكيات برلمانية طيب الأحزاب أنا بقول ده ليه بقول لأن احنا عندنا سنة 2030 انتخابات رئاسية بقول لأن عندنا سنة 25 انتخابات برلمانية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ينبغي أن نعمل للانتخابات سواء 25 أو انتخابات 30 من الآن بأنه لا يترك الشارع سودا لجماعات الظلام ينبغي نشاهد أنه كل يكون موجود ده هينقلني يا أستاذ حلمي اللي ممكن سؤالي التاني معلش أنا بقدر بستأذن زميلي لأنه دي حاجة مهمة جدا النتيجة بتاعت الانتخابات يا أستاذ حلمي أنه فيها الرئيس عفتاح سيدي مركز أول فيها المهندس حزم عمر مركز تاني وفيها أستاذ فريد زهران في المركز التالت ثم يأتي الدكتور عبدالسند يمام أنا يمكن كنت محتاج قراءة في التصويت لصالح الأستاذ فريد زهران كمرشح معارض من جهة ويساري من جهة أخر في ظل أنه حصل كمان انقسام في المعارضة بعد إعلانه الرسمي للترشح أولا خليني لابد أن أحيي نزول الأستاذ فريد زهران وأنه خاض المعركة رغم خلافاته مع زملائه وأصدقائه من المعارضين وأنه هو كان صح في فريق من المعارضين أو غير المعارضين شعارهم أن والله المعركة الانتخابية مش هتتم بشروطنا وأن هي محسومة ثلاثا بحنا نقاطع معادلات صفرية طول الوقت وده الحقيقة بقول بالسمرار لو بعد ثورة 19 لو الأحزاب المعارضة اللي موجودة في مصر استسلموا لمقولة أن سعد زغلول شخصية ساحقة في الشارع يعني كان بيتقاد لو رشح سعد زغلول حجرا لانتخابناه صحيح لو رشح الوابض حجرا لانتخابناه اتنين الاحتلال على يد سعد أفضل من الاستتلال على يد عاد ومع ذلك هذه المعارضة لم تستسلم ونزلت الشارع وعملت تجربة ديمقراطية فنظرية النقاطة يعني يقولك والله أصلحنا عندنا أزمة اقتصادية ما ننزلش لو أنا عندي أزمة اقتصادية مدى أدعى أن أنا ننزل للانتخاب طبعا يعني مثلا أنت في كل بلاد الدنيا لما تحصل أزمة اقتصادية أو أزمة سياسية الناس تتنادأ الذهاب إلى انتخابات حتى لو كانت انتخابات مبكرة أنت يبقى عندك أزمة تقول لا أنا هقاطع للإحقاق الدستوري طبعا أنت كده بتعطل الدور أو بتدفع المجتمع إلى حقك الهوية ويصل إلى دي ما اسمهاش سياسة خالص يعني مفيش حالة في الكتاب كده يعني أنا آسف التعبير ده يفكرك بنزق الحركة الطلابية لكن اللي يقبل منطلبة في الجامعة ما يقبلش من الناس بتعمل لا يقبل منطبع مشخصيات مفترض أنهما عندهم نطج سياسي أنا أشكرك جدا 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 أنا أستاذ حلمي وأطلت عليك وأثقلت عليك بس يعني أنا ما صدقت الحقيقة يعني أشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير ومثقفنا الكبير أستاذ حلمي نمنا موزير الثقافة الأسبق